والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف البداية مع الجمهورية والموشات حيث تقول الجمهورية استمرت المواقف الاعتراضية على بيان الخارجية ومعتبرة أنه لا يعبر عن موقف لبنان على ما قال وزير العمل مصطفى بيرم فبرز في السياق ما نقل عن مصادر في التيار الوطني الحر إن قيادته قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأن لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية كما أن التيار يلتزم سياسة النائب النفس التي يطبقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة ولفتت المصادر إلى أن التيار الوطني الحر يؤيد حل الأزمات بطرق سلمية آملا أن تجد الأزمة الروسية الأوكرانية حلا عن طريق التفاوض تتواصل الاستعدادات للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان إلى بيروت في غضون ذلك أوساط الأسبوع المقبل ولم يطرأ ما يرجع هذه الزيارة قالت مصادر ديبلوماسية من باريس للجمهورية اللاجديد واضح حول زيارة لودريان إلى بيروت فهي في الأصل محددة وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في روسيا ستعدل برنامج لودريان قالت المصادر حتى الآن ليس في الإمكان تأكيد أو نفي زيارة لودريان إلى بيروت ننتقل إلى نداء الوطن وفي المنشات تقول نداء الوطن أبدى بوحبيب مساء استغرابه لما تضمنه بيان السفارة الروسية قائلا لنداء الوطن كنت قد طلبت أمس الأول لقاء السفير الروسي في لبنان أدغته أن وزارة الخارجية بصدد إصدار بيان استنكار لما حصل في أوكرانيا ولم يعبر لي عن موقفه بالشكل الذي ظهر في بيان السفارة أمس إنما اكتفى بالاستماع ثم أكملنا الجلسة بشكل عادي وإذ لم ينفي تلقيه انتقادات من وزراء مختلفين حيال ما جاء في البيان الذي أصدره أوضح أبو حبيب أن القصة هي قصة مبدأ مبني على القرارات الشرعية الدولية وأنا أصدرت البيان بناء على قناعاتي ولم أتلقى أي اعتراض أما عما تردد عن خروجه عن قرار النائب النفس للدولة اللبنانية فأجاب مسألة النائب النفس تتعلق بعلاقتنا بدول الخليج أما في موضوع أوكرانيا وروسيا فنحن كبلد كنا تحت الاحتلال وعنينا ما عنيناه جراء الاعتداءات علينا من الطبيعي أن نكون ضد أي اعتداء من دولة كبرى على دولة صغرى ننتقل إلى الأخبار حيث تقول الأخبار يتوقع أن تستاد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية من بنزين ومزوت وغاز في الأسبوع الثالثة المقبلة بزيادة أسبوعية أو حتى نصف أسبوعية تبلغ 15 ألف ليرة لكل صفيحة سبب الزيادة كما هو واضح الارتفاع في الأسعار العالمية التي قفزت بسبب التطورات العسكرية الجارية بين روسيا وأوكرانيا حاليا حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا يبلغ 527 مليون دولار غالبيتها مواد نفطية وقمح حجم التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا 272 مليون دولار أبرزها قمح زيوت وخشب إذن تداعيات العمليات الروسية على النشاط التجاري انطلاقا من البحر الأسود لن تكون متصلة فقط بتأثيرها على أسعار السلع المتداولة في البورصات العالمية كالنفط والقمح والذرة ومنتجات العلف بل تتصل أيضا بإنتاج وتوريد السلع من البلدان التي يرتبط تصديرها بالبحر الأسود مولدوفيا مثلا ليس لديها مرافق تصدير كانت تخزن القمح لدى أوكرانيا وتصدره من هناك القمح سلعة استراتيجية ولا تقاس فقط بكمية الدولارات التي ستنفقها لشراء مخزون بل ممدى كفاية هذا المخزون للاستهلاك القمح الأوكراني أو الروسي لا يأتي فقط إلى لبنان بل يذهب إلى غالبية دول حوض شرق المتوسط بالتالي فإن انعكاس الطلب على هذه السلعة سينعكس ارتفاعا إضافيا في الأسعار ومزاحمة للحصول على الكميات ما يوفاقم المشكلة أكثر العقوبات التي سيفرضها الأمريكيون والأوروبيون على روسيا إذ أنها ستؤدي بعد انتهاء العمال العسكرية إلى مشاكل إضافية في شراء الكميات وتسديد ثمنها والبحث عن مصادر توريد جديدة وبالتالي فإن اتفاع الأسعار سيبقى لفترة أطول بعد انتهاء العمال العسكرية المشكلة ستكون مضاعفة في لبنان إلى لابنون 24 كتبت نيلة المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية نحن أمام أزمة نفطية في الموضوع نفسه يقول رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون إن ما يؤرق اللبنانيين اليوم ليس وقف استيراد النفط أو المشتقات النفطية بل الارتفاع السريع في سعر برميل النفط الذي تخطى بعد ساعات معدودة على بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا عدبت المئة دولار أمريكي وهذا الأمر سينعكس حكما على سعر النفط في لبنان نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ورفت إلى أن الأمور ستبقى تحت السيطرة في هذا القطاع لكن الصعوبات قد تطرق مستقبلا في حال طال أمد الحرب أو توسعت رقعتها وعليه فإن الأمور متروكة إلى حينها قبل دق نقوس الخطر نختم مع الشرق الأوسط في الموضوع نفسه كتبت الشرق الأوسط لبنان ملامح أزمة قمح ونقص في مادة المازوت أوضح نقيب مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيت للشرق الأوسط أن لبنان يستورد 50 ألف طن من القمح شهريا و600 ألف في السنة واستورد عام 2021 520 ألف طن مشيرا إلى أن 80% من الكمية تستورد من أوكرانيا والبقية من روسيا ومولدوفيا مشيرا في الوقت عينه إلى أنه في حال استمرت الحرب وقتا طويلا قد يصبح من الصعب الحصول على القمح من كل بلدان البحر الأسود حيث لا يبقى أمامنا إلا الولايات المتحدة وتكلفة هذا الخيار لجهة سعر القمح أو لجهة تكلفة نقله ستكون أكبر وستنعكس بلا شك على رغيف الخبز في لبنان وأوضح تحتاج شحنة القمح من أوكرانيا للوصول إلى لبنان نحو سبعة أيام بينما من أمريكا ستتطلب ما لا يقل عن 25 يوم وما يحصل اليوم يزيد الأزمة الناتجة عن تدمير إهراءات القمح وأزمة الدولار ورغم أن التأثير الأكبر للحرب سيكون على القمح فهي ستنعكس أيضا على زيت دوار الشمس الذي يستورد لبنان 60% من احتياجاته من أوكرانيا بحسب مقال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي للشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر